أعتقد أن الحكم على هذا الشيء هو جزء من تصوره ولا أعتقد أن نقع على هذا تصور كامل على الحاصلة بالمجلس البلائي طيب مثلا نحن مدى نناقش أنا حدث أن نفضل يعني بحكم الخرب ديركم بالمجلس البلائي أن كنت عرضوا ميلف واحد من الميلفات العالقة أو ميلفات الكبرى داخل المدينة جيبوا ميلف النظافة بشي تكلموا فيه ونعبروا عن المواقف دير الحركات السحية ونحن لا نسقط في المعارضة ولا نسقط في الأغلبية نحن نسقط مناءا عن الاقتراح الذاتي لكي تسمى الموضوعي أعتقد الخالل الموجود في الأغلبية داخل المجلس البلدي هو خالل تأسيسي في العمل في الأغلبية كل حيث داخل الأغلبية يتحمل مسؤوليته في اتخاذ القرارة أنا أقول للجامع العام بهذه الجامع كونه أن كم من اجتماع تم داخل الأغلبية لسياغة نقضي الضورات أو برنامج للحزاب كم هو اجتماع جمعات الحزاب الأغلبية لم يجتمع ولو اجتماع واحد إذا كان المكتب فقط هو المسيد فهذا خلال حزبي إذا كان المكتب هو كسير المجلس البلدي فهذا خلال حزبي لأن كل حزب له الحق في أن يتخذ قرار وبعد ذلك كل حزب يتخذ قرار وبعد يجتمع أحزاب كاملة ثم يضعنا نقضي شهو الأعمال أو استراتيجية والأعمال بالتنمية شكرا